رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية أسماءات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وصاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب أسمو الملكي ولي العهد الأمين وإلى شعب البحرين بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى وقد أكد سمو الشيخ ناصر أن هتين المناسبتين السعيدتين تشكلان محطة من محطات الفخر والاعتزاز نستذكر فيها الإنجازات المشرقة التي حققتها المملكة في مختلف مجالات التنمية حتى باتت النموذج الحي لجميع أقطار العالم في التطلع للمستقبل المشرف وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن جميع أبناء البحرين يتطلعون إلى ذكرى العيد الوطني وعيد الجلوس باعتبارها مناسبة وطنية يجدد من خلالها الشعب البحريني الولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة كما أنها تشكل موقفا لإبراز المنجزات الحضارية التي تحققت للمملكة في ظل العهد الزهل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بفضل الرؤى الثاقبة لجلالته والداعية إلى الارتقاء بمختلف أركان مسيرة التنمية في المملكة وتعزيز مكانة البحرين على الساحة الدولية وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا رعاية جلالته المتميزة والدعم لا محدود من صاحب أسمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب أسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ذكرى العيد الوطني المجيد ومناسبة عيد الجلوس تأتي في هذه الأيام المتألقة من مسيرة البحرين الوطنية الواعدة والحافلة بالإنجازات بفضل الله ثم بجهد القيادة الرشيدة والتفاف الشعب البحريني حولها والجهد الوطنية المشترك الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز المكتسبات حتى باتت المملكة تعيش أزهى أيامها في مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات وأضحت مقصدا لمختلف دروب التنمية كما أن المناسبتين الوطنيتين تأتي في خضم العرس الديمقراطي الوطني الذي أرساه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن يوم ذكرى العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى يوم من أيام الفرح وتأكيد الالتفاف الشعبي حول القيادة الرشيدة والتلاحم معها في سبيل حماية المنجزات وبناء الحاضر والمستقبل وإذا كانت هتان المناسبتان المجيدتان تطل على المملكة مرة في العام فإنها تمثل الدافع الأكبر وإشراقة كل يوم عملا وعطاء والتزاما بحب المملكة